فذكر إنما أنت مذكر ذكر التذكير هو التنبيه إلى مغفور عنه ولذلك الرسل مهمتها التعريف بالله والتذكير به جل في علاه لما فطر الله النفوس والقلوب عليه فقالوا فذكر أي ذكر بالله عز وجل وذكر بالطريق الموصل إليه لإخراج الناس من الغفلة ودلالتهم على الحق إنما أنت مذكر هذا حصر إضافي لأن إنما من أدوات الحصر وقول إنما أنت مذكر يعني هذا هو المطلوب منك في مقام التبليغ هو التذكير فهذا حصر إضافي وليس حصر مطلقا لأن الله تعالى ذكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كثيرة والحصر هنا حصر إضافي إضافي ليس مطلقا بعد أن بيّن مهمته إنما أنت مذكر نفع عنه القدرة على نقلهم من الكفر إلى الإيمان على أن تؤتي الذكرى المقصود من الاستقامة فإن ذلك ليس إليه إنما هو إلى الله لذلك قلست عليهم يعني على هؤلاء الذين أمرت بتذكيرهم لست عليهم بمسيطر أي بمسلط وغالب تحملهم من الضلال إلى الهدى وتنقل قلوبهم من العمى إلى البصر فذلك ليس إليك إنما الهداية إلى الله تعالى يهدي من يشاء فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وقد قال الله تعالى الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء